اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضا اضافة وجوه بعض اللاعبين وتحديث الوجوه لبعض اللاعبين بالاضافة الى تحديث الفرق المشاركة في كاس العالم روسيا وايضا اضافة التتواج لاغلب اللاعبين وتحديث الاحذية والقفازات وايضا الادقم وهناك العديد من الاضافات داخل هذا الباتش قبل بداية الشرح لا تنسوا الضغط على لايك اذا اعجبكم هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تكونوا اول من يتوصل بجديد هذه القناة والان سوف نبدأ على بركة الله تقومون اولا بتحميل الباتش او الميلف سوف تجدون جامع الروابط التحميل اسفل الفيديو في الوصف وايضا سوف تجدون رابط التحميل ايضا في الموقع الخاص بنا اذا اردتم تحميل الميلف عن طريق الموقع المهم بعد ذلك سوف يأتيكم ميلف على هذا الشكل بتورنت تقومون بالضغط عليه مرتين ثم بعد ذلك تأتيكم هذه الواجهة كما ترون حجم الميلف 1.35 جيجا بايت بعد ذلك تقومون بالضغط على اوكي ثم تقومون بتحميل الميلف بعد ذلك يأتيكم ميلف هكذا نقوم بالضغط عليه مرتين ثم نقوم بالدخول مرة اخرى بعدها سوف تأتيكم ايقونة التثبيت لكن قبل تثبيت الباتش يجب ان يكون عندكم اصدارات الاولى من الباتش ابتي باتش فاذا كان عندكم اي باتش اخر غير ابتي باتش قوموا بحثه واتركوا فقط ميلفات الخاصة باللعبة بعد ذلك تقومون بالضغط على ستاتاب الزر الايمن ثم نقوم بالضغط على ايقونة تثبيت الباتش بعد ذلك تأتيكم ايقونة تثبيت الباتش على هذا الشكل تقومون هنا بالضغط على هذا الخيار ثم تقومون باختيار مكان او ميلف الخاص باللعبة كما ترون هذا الميلف برو ايفوليس سوكر 2018 ثم تقومون بالضغط على اوكي ثم تقومون بالضغط على نيكست وسوف يتم تثبيت الباتش بنجاح وبدون اي مشاكل بعد ذلك اخواني تقومون فقط بالدخول الى اللعبة وسوف تجدون الباتش شغال معكم بدون اي مشاكل وعن تجربة من قبل وهكذا قد انهينا الشرح وفي الاخير لا تنسوا الضغط على لايك او ديز لايك فهذا يعبر عن رأيكم في الاخير ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو ودومتوا في امان الله